تسعى وزارة الداخلية وبتعاون مع هيئة صندوق العمل تمكين إلى بناء شباب المستقبل وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من خوض غمار الحياة بكل ثبات وذلك من خلال المعسكر الصيفي السنوي الذي تنظمه تجسيداً لمنهجية الشراكة المجتمعية والحصي على تربية النشأ على القيم الوطنية وتعزيز معايير الولاء والانتماء يأتي انطلاق المعسكر الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية الملكية والشرطة بالتعاون مع تمكين بدأت فعاليات هذه المعسكر من 2009 ووضع لمسات الأساسية وتكوين هذه المعسكر نابع من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمل وليل عهد الأمين وهو اللي حط أساس هذه المعسكر ومن ثم بقت بلد وزارة الداخلية بتحديد الأهداف المرسومة لهذه المعسكر ومثلما كل اللي شاركوا معاننا عارفين شين هي أهداف هذه المعسكر فلذلك نحرص دائماً على الأهداف الأساسية اللي هي في تمكين المواطنة في النشأ والشباب المشاركين يمثل المعسكر الصيفي محطة مهمة على طريق بناء شباب المستقبل وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم للتعامل مع التحديات وهو ما يتضح من خلال البرامج والفعاليات والزيارات التي يقوم بها المشاركون والذين يتجاوز عددهم الألف يعتم الاستعداد لهذا المعسكر من تجهيز للكادر من تجهيز لبرامج دائماً نحاول أن ننوع في البرامج عن البرامج اللي سبقيت على أساس أنه يكون هناك نوع من التغيير واستفادة أكثر فطبعاً هاي بشكل عام الاستعدادات تكون دائماً قبلها بشهور يعني احنا نبدأ في شهر سابع الاستعدادات يمكن قبلها بستة شهور يمكن أكثر أمانة شراكاتنا مع وزارة الداخلية المتماثلة في المعسكر الصيفي من أنجح وأقدم الشراكات اللي نشوفها متجددة سنوياً احنا نتكلم عن معسكر يأتي في سياق أهداف تمكين لتهيئة الشباب لسوق العمل احنا نتكلم عن معسكر ترفيهي أمانة نتكلم عن معسكر يغرس في الشباب أمانة أخلاقيات سلوكيات بيحتاجها كأسلحة وينجح إن شاء الله فيها في سوق العمل مستقبلاً يبقى التأكيد على أن مهمة عداد شباب المستقبل مسؤولية مجتمعية بالأساس تتكامل فيها جهود الأسرة والمجتمع والجهات المعنية سواء كانت حكومية أو أهلية ما يتطلب من الجميع النهوض بمسؤولياته وصولاً إلى مستقبل مزدهر للوطن موسيقى